الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه بعض الآيات وبعض الأدعية التي نرقي بها بعض المرضى ممن أصيبوا بالشلل أو ضعف الأطراف من الأيدي أو الأرجل سواء كان بمس أو بسحر أو عين أو مرض عضوي فالقرآن هو الشفاء التام لكل الأمراض يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عبابا وأبقى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يوم يغشاهم العباب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العباب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون اليوم نختف على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ككاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير حافظوا على الصلوات والصلاة الأسرى وقوموا لله وقوموا لله وقوموا لله قانتين ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء والمساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فجاءته إحداهما تمشي على استحيا تمشي على استحيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به تمشون به تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا أن تقوموا أن تقوموا أن تقوموا لله أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عباب شديد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأنه لما قام وأنه لما قام لما قام عبد الله لما قام عبد الله لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا أنمشوا واصبروا أنمشوا أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس ليقوم الناس ليقوم الناس ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا سابقوا 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 إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والسابقون السابقون والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق العقوب وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار تجري بأعيننا تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولسليمان الذي حاصفة تجري بأمره تجري بأمره تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قادر يا مقتدر يا قوي يا عزيز يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا محي يا مميت يا كاشف الضر يا مجيب الدعاء أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفي عبدك وأن تشفي أمتك من كل ما أثقل رجليه ويديه من كل ما أثقل رجليه ويديه اللهم اشفهم من الجلطات اللهم اشفهم من الجلطات ومن الشلل ومن الشلل ومن ضعف الأعصاب ومن ضعف الأعصاب ومن ضعف القوة اللهم حل ربط من سحر بسحر الشلل اللهم حل ربط من سحر بسحر الشلل اللهم ارطل كل ربط وحل كل عقدة شلل اللهم اشف كل مشلول بسبب عين أو حسد أصابه اللهم اذهب كل عين وحسد أقعد من أصيب في سرعته في سرعته وقوته ورياضته وجريه 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 ومن أصيبت في حركتها في بيتها في بيتها ونشاطها 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 في تدبير شؤونها وشؤون أبنائها وزوجها وخدمة ضيفها وخدمة ضيوفها اللهم ابطل ما أصابهم من تعج بمن نظروا ووصفوا وتكلموا اللهم احرق كل شيطان مارد مس الأجساد في أرجلها وكل مس عاشق سكنها وشل أطرافها وكل مس عاشق سكنها وشل أطرافها ليمنعها من زواجها أو دراستها أو دراستها أو صلاتها أو صلاتها اللهم أهل كل مس شيطاني أصابهم بشلل سحر أو حسد أو انتقام اللهم اشفهم من أثر الجلطات وارتفاع الضغط واشفهم من الوهن في العضلات ومن الروماتزم 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحة فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عبابا وأبقى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يوم يغشاه العباب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاه العباب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون اليوم نختف على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتل أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ككاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير حافظوا على الصلوات والصلاة الأسطى وقوموا لله وقوموا لله وقوموا لله وقوموا لله وقوموا لله قانتين ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويمشون في الأسواق ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين إذ تمشي أختك إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فتقول هل أدلكم على من يكفله فجاءته إحداهما تمشي 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 على استحيا تمشي على استحيا تمشي على استحيا تمشي على استحيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم قل إنما أعظكم بواحدة أم تقوموا أم تقوموا أم تقوموا أم تقوموا أم تقوموا لله أم تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عباب شديد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأنه لما قام وأنه لما قام لما قام عبد الله لما قام عبد الله لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا أنمشوا واصبروا أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس ليقوم الناس ليقوم الناس ليقوم الناس ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ليقوم الناس 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 من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والسابقون السابقون والسابقون السابقون والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين وما أظن الساعة قائمة 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 وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق العقوب وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار تجري بأعيننا تجري بأعيننا تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قادر يا مقتدر يا قوي يا عزيز يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا محي يا مميد يا كاشف الضر يا مجيب الدعاء أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفي عبدك وأن تشفي أمتك من كل ما أثقل رجليه ويديه من كل ما أثقل رجليه ويديه اللهم اشفهم من الجلطات اللهم اشفهم من الجلطات ومن الشلل ومن الشلل ربط من سحر بسحر الشلل اللهم ابطل كل ربط وحل كل عقدة شلل اللهم اشف كل مشلول بسبب عين أو حسد أصابه اللهم اذهب كل عين وحسد اللهم اذهب كل عين وحسد من أقعد من أصيب في سرعته في سرعته في سرعته وقوته 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 ورياضته 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 وجريه 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 ومن أصيبت في حركتها في بيتها في بيتها ونشاطها 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 في تدبير شؤونها وشؤون أبنائها وزوجها وخدمة ضيفها وخدمة ضيوفها اللهم ابطل ما أصابهم من تعج بمن نظروا ووصفوا وتكلموا اللهم احرق كل شيطان مارد مس الأجساد في أرجلها وكل مس عاشق سكنها وشل أطرافها ليمنعها من زواجها أو دراستها أو صلاتها اللهم احرق كل مس شيطان أصابهم بشلل سحر أو حسد أو انتقام اللهم اشفهم من أثر الجلطات وارتفاع الضغط واشفهم من الوهن في العضلات واشفهم من الوهن في العضلات ومن الروماتزم ومن الروماتزم ومن الروماتزم ومن الروماتويد ومن الروماتويد ومن الروماتويد ومن التصلب بأنواعه ومن التصلب بأنواعه إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبالإجابة جدير وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عبابا وأبقى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يوم يغشاه العباب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون اليوم نخطف على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يكاد البرط يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وقوموا لله قانتين ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وربطنا على قلوبهم إذ قاموا إذ قاموا إذ قاموا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به تمشون به تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا أن تقوموا أن تقوموا أن تقوموا لله أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأنه لما قام وأنه لما قام لما قام عبد الله لما قام عبد الله لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم ويوم يقوم ويوم يقوم الأشهاد وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا أنمشوا واصبروا أنمشوا 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 واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس ليقوم الناس ليقوم الناس ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يوم يقوم الروح يوم يقوم يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا سابقوا 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 إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والسابقون السابقون والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا يوم يقوم الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس يوم يقوم الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين وما أظن الساعة قائمة 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 وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار تجري بأعيننا تجري بأعيننا تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولسليمان الريح عاصفة لمن كان تجري بأمره تجري بأمره تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قادر يا مقتدر يا قوي يا عزيز يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا محي يا مميت يا كاشف الضر يا مجيب الدعاء أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفي عبدك وأن تشفي أمتك من كل ما أثقل رجليه ويديه من كل ما أثقل رجليه ويديه اللهم اشفهم من الجلطات اللهم اشفهم من الجلطات ومن الشلل ومن ضعف الاعصاب ومن ضعف القوة اللهم حل ربط من سحر بسحر الشلل اللهم حل ربط من سحر بسحر الشلل اللهم ابطل كل ربط وحل كل عقدة شلل وحل كل عقدة شلل اللهم اشف كل مشلول بسبب عين أو حسد أصابه اللهم اذهب كل عين وحسد أقعد من أصيب في سرعته في سرعته وقوته ورياضته وجريه 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 ومن أصيبت في حركتها في بيتها في بيتها ونشاطها ونشاطها في تدبير شؤونها وشؤون أبنائها وزوجها وخدمة ضيفها وخدمة ضيوفها اللهم ابطل ما أصابهم من تعج بمن نظروا ووصفوا وتكلموا اللهم احرق كل شيطان مارد مس الأجساد في أرجلها وكل مس عاشق سكنها وشل أطرافها وكل مس عاشق سكنها وشل أطرافها ليمنعها من زواجها أو دراستها ليمنعها من زواجها من زواجها أو دراستها أو دراستها أو صلاتها أو صلاتها اللهم اهل كل مس شيطان أصابهم بشلل سحر أو حسد أصابهم بشلل سحر أو حسد أو انتقام اللهم اشفهم من أثر الجلطات وارتفاع الضغط واشفهم من الوهن في العضلات ومن الروماتزم ومن الروماتزم ومن الروماتويد ومن الروماتويد ومن الروماتويد ومن التصلب بأنواعه ومن التصلب بأنواعه إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبالإجابة جدير وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ألهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يس Frogs قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون اليوم نخطف على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ككاد البرط يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وقوموا لله وقوموا لله قانتين ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وربطنا على قلوبهم إذ قاموا إذ قاموا إذ قاموا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين إذ تمشي أختك إذ تمشي أختك إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فتقول هل أدلكم على من يكفله فجاءته إحداهما تمشي 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 على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به تمشون به تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا أن تقوموا أن تقوموا أن تقوموا لله أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا 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 في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأنه لما قام وأنه لما قام لما قام عبد الله لما قام عبد الله لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم ويوم يقوم ويوم يقوم الأشهاد وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا أنمشوا واصبروا أنمشوا 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 واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس ليقوم الناس ليقوم الناس ليقوم الناس ليقوم الناس بالقصط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يوم يقوم الروح يوم يقوم يوم يقوم يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا سابقوا 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 إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون والسابقون السابقون والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا يوم يقوم الناس لرب العالمين وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ما قبعتم من لينة أو تركتموها قائمة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قادر يا مقتدر يا قوي يا عزيز يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا محي يا مميت يا كاشف الضر يا مجيب الدعاء أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفي عبدك وأن تشفي أمتك من كل ما أثقل رجليه ويديه من كل ما أثقل رجليه ويديه اللهم اشفهم من الجلطات ومن الشلل ومن ضعف الأعصاب ومن ضعف الأعصاب ومن ضعف القوة اللهم حل ربط من سحر بسحر الشلل اللهم حل ربط من سحر بسحر الشلل اللهم ابطل كل ربط وحل كل عقدة شلل اللهم اشف كل مشلول بسبب عين أو حسد أصابه اللهم اذهب كل عين وحسد أقعد من أصيب في سرعته في سرعته وقوته ورياضته وجريه 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 ومن أصيبت في حركتها في بيتها ونشاطها في تدبير شؤونها وشؤون أبنائها وزوجها وخدمة ضيفها وخدمة ضيوفها اللهم ابطل ما أصابهم من تعج بمن نظروا ووصفوا وتكلموا اللهم احرق كل شيطان مارد مس الأجساد في أرجلها وكل مس عاشق سكنها وشل أطرافها وكل مس عاشق سكنها وشل أطرافها ليمنعها من زواجها أو دراستها أو دراستها أو صلاتها اللهم احلق كل مس شيطانين أصابهم بشلل سحر أو حسد أصابهم بشلل سحر أو حسد بشلل سحر أو حسد أو انتقام أو انتقام اللهم اشفهم من أثر الجلطات وارتفاع الضغط واشفهم من الوهن في العضلات ومن الروماتزم 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها اشتركوا في القناة